وفي سياق جهود الكويت في الملف السوري بدأت جمعية الهلال الأحمر توزيع مساعدة إغاثية على المدنيين المحاصرين في الغوطة السورية وذلك لمدة 15 يوما بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإغاثة التركية ويستهدف مشروع الأمن الغذائي المحاصرين في الغوطة ويوفر لهم الطعام والحليب للأطفال ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع بشكل إجمالي حوالي 127 ألف شخص موسيقى